شوفوا عبد الله بن طلحة يسأل إمامنا الصادق عليه السلام كما في الكافي الشريف في المجلد الثامن الصفحة مائتين واثنتين وثلاثين يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوزغ شنو الوزغ؟ أبو بريص بريعصي يسموه بالكويت والخليج يسموه بريعصي برص يسموه الأخوة المصريين وغيرهم هذه ما أدري يعني سبحان الله بنوا أمية بشكل عام أو زاغ من يوم النبي صلى الله عليه وآله سمى مروان بن الحكم لعنهما الله وقد أتي إليه به رضيعا شوفوا وهذا ثابت عند أهل الخلاف كذلك قال نحوه عني الوزغ بن الوزغ هذه بعد خلص لزمتهم حتى مسخوا أو زاغا فلذا عبد الله بن طلح يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوزغ فقال رجس وهو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل هو صحيح الحكم الفقه عندنا إذا قتلت وزغا يستحب مواجب يستحب أن تغتسل الشاهد وين في نفس الرواية الإمام الصادق عليه السلام يقول إن أبي الباقر عليه السلام كان قاعدا في الحجر ومعه رجل يحدثه في الحرم في الحجر فإذا هو بوزغ يولول بلسانه واحد من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام يحدثه في الحجر في المسجد الحرام وإذا بوزغ يأتي ويولول بلسانه فقال أبي للرجل أتدري ما يقول الوزغ قال لا علم لي بما يقول قال فإنه يقول والله لئن ذكرتم عثمان بشتيمة لأشتمن عليا هذه ما ورائيات بطبيعة الحال حسن ممكن واحد يأتي من المخالفين الجهلة يقول شوفوا الخرافات هذا وزغ حيوان شلوان يتكلم شلوان الإمام يعرف خلص أنت إذا هكذا يعني تتهابط في مستوى وعيك تعترض على القرآن الحكيم والنملة تكلمت في القرآن الحكيم الهدهد تكلم في القرآن الحكيم هذه المخلوقات صحيح حيوانات ولكن لديها نسبة من إدراك وأنت مسلم المفروض أنت تعتقد بالقرآن الحكيم القرآن كما يثبت تكلم النملة وتكلم الهدهد والحيوانات كل شيء أصلا يسبح بحمد ربك ولكن لا تفقهون تسبيحه وهم يرون أحسنتهم يرون يعني قصص كثيرة في رواياتهم وصحاحهم حول هذا الموضوع شنو المانع نعم وهما كيف وزغ وزغ صحيح يعني عادي إيه وزغ لا لا وزغ وزغ لا لأنه ما كان يعرف صاحب الإمام عليه السلام ما يعرف لغة هذا الوزغ الذي يعرفه ولي الله كما أنه جند سليمان عليه السلام ما كانوا يعرفون ما تقوله النملة سليمان يعرف فتبسم ضاحكا من قولها يعني أولياء الله أنبياء الله أوصياء الأنبياء أولياء الله هؤلاء الذين يفقهون لغة الكائنات يهم بينها لغات خاصة بها قال أبي للرجل أتدري ما يقول هذا الوزغ قال لا علم لي بما يقول قال فإنه يقول لئن ذكرتم عثمان بشتيمة لأشتمن علي حتى يقوم منها هنا هذا يكشف لك عن ماذا عن أنه من سيرة الشيعة أنهم يتكلمون بشتم هؤلاء كعثمان حتى في الحرم حتى مع أئمتهم عليهم والسلام أمر عادي طبيعي يعني سيرة متفشية فيهم رائج هكذا كان الشيعة في تلك الأزمنة إخواني ترجمة نانسي قنقر